سوف يكونون بيد العدالة قريبا جدا وعد أطلقه رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي من محافظة البصرة قبل حوالي ثلاثة أسابيع فهل حان الوقت للإيفاء به؟ أمران يطالب بهما العراقيون منذ زمن ضبط السلاح المتفلت وفرض هيبة الدولة من خلال محاسبة منفذي الاختيالات بحق الناشطين والمواطنين العزل ويبدو أن القرار تخذ خلية الإعلام الأمني العراقية أعلنت البدء بعملية عسكرية تستهدف السلاح المتفلت الذي يستخدم ضد المواطنين مؤكدة أن المحافظة مقبلة على استقرار أمني سيلمسه العراقيون قريبا التحدي لن يكون سهلا أمام الحكومة ورئيسها في ظل تمتع الفصائل المسلحة بنفوذ كبير في المحافظة ويأتي ذلك بالتزامن مع إلغاء وزارة الداخلية تشكيل ما يسمى بقوات حفظ القانون والمتهمة بالضلوع في عمليات قمع المتظاهرين والنشطين في بغداد ومناطق أخرى جهود يقودها الكاظمي ضد التفلت الأمني والهدف واضح إعادة فرض الأمن في محافظات الجنوب وملاحقة القتلة وسلاح الفصائل غير المنضبط إلا أن أي عمل عسكري وأمني يحتاج إلى غطاء من قوى سياسية وازنة في البلاد وهو التحدي الأبرز أمام الحكومة